ما نحن اليوم 14 باط هادي وردة ميتة ليبسين نحن كل تيابنا اليوم أعطينا ورد أحمر زبطنا الديكور خلينا نفوت نعملها كأنو ديت بات سيكس أو نو سيكس بلاشنا بقوة بيقولوا أنو في اكسبريشن ديت للحب مش رائق بالموضوع بيقولوا لكل سنة علاقة شهر لا تطلع مني الشهر تعويض ايه واحد شو أنو ترن اف لأ لأ عند البنت أو عند الشهر مبدئيا إذا الشخص بخيل بموت بدكن تعملوا 50-50 للاحساب لا تفعل شو خاص الفيمينزم كلمة دق الكوز بتجارة من الحد في الفيمينزم وينما كان بس الموسيقى كتير مهمة تخيل أنت عقاعد عم تظهر مع حدا زوقوا بالموسيقى بخري أنت رفقة مع الأكسس طبعا في شي واحد اتنين ما بيحلم ما بتحكي معه أبدا ما بتسلمي عليهم بتصير معي أنو بتطلع بهذا الشخص اللي كنت تظهر معه لو شو كنت عم بفكر شو نفسي قطيع بس في أغلاط حلوة كمان أنت ما عادك فيك بروفال نو أنا عادك فيك بروفال عم تمزع تشو الحب إذا حدا بيحب التاني لما بيوع بكرة بس في نساء بيكونوا نايمين بفيوا قبل بوقت بحطوا ميكوب بجرامينا أنا عملت أنا بحب كتير قصص الكرنج بحس الحب كرنج ولأنه كرنج حلو بس كلنا بنحلم بقصة حب قصة حب تخلى عنك أف وما في عمر ما في عمر للحب تبدأ أنت تعتقد أنك رومانس هو هذا؟ سؤال سعيد سؤال سعيد سعيدا جدًا سعيدا أنا بدي عزوري وأنا معين جابر مثل ما شايفين أو العامة ما بتسمعنا يبسين نحنا كل تيابنا اليوم سقطنا الفستان سقطت الجاكات حتى هنا ورد أحمر سبطنا الدكور سبطنا الدكور الشمع وينما كان تابدو أبيض مكتوب Love فأفتكر فهمتو شو الموضوع اليوم نحن اليوم 14 شباب نحن قررنا نعمل هذا الشي لأنه لاحظنا على كل المنصات كل المنصات سوشال ميديا يوتيوب وينما كان وكما نقدر نطلع عن هذا الشي قررنا نقرط الألغوريثم 100% هكي رح نحكي عن الحب الغرام السكس والانتقام بس قبل ما نبلش أول شي بننذكركم تعملوا like and subscribe على هاي دي البيج تابعيتنا للأشخاص اللي حابت تدعم سردي فيها تروح على patreon.com slash sarday after dinner وتحط بين الخمسة دولار العشرة والخمسة عشرين كل مبالغ ويردي يعني وبتعاكم أكيد شي مقبل وبتعاكم حلقات قبل بوقت exclusive content الحلقات بلد يعييت وبهاند السينز كمان سردي وأكيد فيكن شاركونا رأيكم بمين بتحبوا تشوفوا على sarday after dinner مع استطلعات مع polls ومع أسئلة نحن نحكيها مع الكميونيتي وأكيد في live chat فيكن تحكم معنا مباشرة وأنا نشكركم لأنه من جمعتين حتى إذا كنا shadow band سألناكم لما كنا عم نقولكم أنه ما رح يكون في حلقة سألناكم شو جابي لكم تسمعوا بسردي مين جابي لكم تشوفوا أو ترجعوا تشوفوا بسردي كنتوا 1101 صاروا أكيد أكيد التايتونا السيما فأدما بالدنيا ملونا shadow band أو أدما بتوزبط سألناكم قبل كل حلقة نشكر خمسة patrons عم بدعمونا سألنا الفترة أول شخص هو جورجو سايغ Thank you جورجو Thank you لأكرم رحال Thank you نيكولام خيبر Hannah نعمي وThank you فادي ego death of the ego Welcome to Sarday Welcome to Sarday J'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine Happy Valentine's Day هذه وردة ميت مسي كتير كل لك زو ولو نمنح في هولي إيه طب نحنا هذي البردوكشن جابلك إيه بعرف برودوكشن يعني نحنا خلينا نقول دجا نحنا ملنا كتير valentine day مش جونة كتير لأ مش جونة كتير نعييت خلينا نفوت هيك نعملها كأنو ديت أوك رح اللقلي من كم سنة أول مع شاب أو رجال يقلي تعالي نروح نشرب كيس أو هيك قل لنا ويقل لنا ويقل لنا إنو شوية قل لنا طبعا شو بنا نحكي تعالي في هيدا الأوكورد مومنت بالأول إنو عن شو بنا نحكي وبدك آيس بريكر فا اخترعت شي سمعته الكيستيونير وزعته لك الأصحابي كلهم طلبوا مني وكل واحد فيه يزيد أو يغير قلت له حضر عشرة أسئلة أنا رح حضر عشرة من ميلتي أوكي نوصل ومجبورة جيوي وأنا مشبورة جيوي هل نسأل أو لا أوبن أند فيهم نجد وحيال لشي الكيستيونير كتير مخضوم أوش أولاق يعني لا أكيد لا بعدين خلاص بعد 25 سؤال سفوت نيم يعني ما عندك شي سفوت نيم سوى إن شاء الله لا فهو ما هذا هو شو بنا نعمل فهو المهم بهذا الكيستيونير كان إنو أوكي رح تكتشف شخص بالأجوة بتابعوله بس كمان بالأسئلة بتابعوله يعني شو بيسألك كمان هيدا دليل على كيف هو بيفكر اكزاكلي سو خلينا نفوت ب صلب الموضوع بات سكس أو نو سكس بلاشنا بقوي إنو أكيد شونا it's a date بات سكس فاضي بات سكس وريت فيش تذكرت بات سكس سكس مثل بيزا إذا طيب كيف طيب وإذا مش طيب بعده شوية طيب هاي هاي تيبكلي تيبكلي جواب شاب أو رجال ليه لأن إحنا منقول no sex أبدا أنا أكيد يعني أفضلنا ما يكون في شي من شي كتير عاطل أوكي وكل ما سألت هدا السؤال أنا بداك تفهم شغل هيدا الكيشانيخ كمين طلعوا بعشوات لما ما بعرف كل الناس and it's very funny لأنو it's a nice breaker وكلنا بنسين من جاوي بقوا دغري أكيد إذا حدا نجاوب إذا أنا سألتك السؤال أنت رح تتطلع فيه تقولي وإنتي وتفتح الحديث وأكيد هيدا السؤال عادة ما بيبلش ما منبلش فيه بيجي من بعد شي ساعة لما العمل في سخسخات إيه ارتاحو شربو كيس سألتك مع بعض أنا زمي سو مش الحق إيه سو بلشنا بال شو سؤالة تاني شو turn off شو أنه turn off لا لك عند البنت أو عند الشاب مبايا عند البنت هي النظافة بس في شخص يكذب في ما يكون نظيف بس يزبط حاله كرميل الديت الباديكور إجراء إزمان تتنبي إجراء هذا اللي كتير كبير أنه ما تتنبي حاله تعرف أنه كتير 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 جير بيجي بوهي الإجراء بطلعوا على الإجراء ماشي الحال لأنه فيها تحت مانيكور حالا شخص حالا بنت فيها تحت مانيكور بس إزمان تتنبي إجراء كتير ممين إي turn off تاني كمان شو turn off عندك نظافة نظافة بيج تايم لازم يتحمم على الإيلي مرة إي يعني كل يوم كل يوم مرة إذا مش مرتين يعني إي إي بصفية مرتين بصفية مرتين إي إذا مش تريد إي إذا مش تريد فيه دايما حل بس إنه النظافة هي أهم شي إنه turn off بس معدين فيه كمان طيب أطع هيدا step أوكي هيدا المرة هيدا الرجال نظاف مهفهفين أوكي شو بيكون دو الأخضر يعني green flag أو خط الأحمر يعني red flag بالdate عم نحكي أول date مش بعدين لما بتكون صلى كلتا جميع عم تظهر ما أو 3 شهر شو أول date هيدا بعد ما مكون عملنا research على هيدا الشخص لأنه رح نقعد معه منعرف كيف مش كيف بفكر بس إنه شو توجهات وبالحقيات red flag red flag إنه شو أول شغلة بيعملوها بتلاحز إنه أوكي في هيدا خط أخمر خطة لازم فكر فيه لازم خلي يعني الأتبار يعني ما رح يكون فيه تاني date بركة آه أبدا أوكي إنه أول date بتكون عادة date وين بيكون بمطعم بمطعم مظبوط لأ بيكون بمطعم مظبوط وبتكونوا قاعدين أول مرة لابسين كلنا في شمع في ورود إيه إذا بدأ في طأم في إيه فيك إذا و هيك أول مرة تكون رحت مش دارو تكون اللابسة أميس أو تكون من بيتها ورحته تعشيته بس بيصير في شي بتقول لا إذا شخص بيقلل أدب مع الويتري بالرستورانت أوه إيه راد فلاك إذا في قلة أدب طريقة التعامل هيك بفوقية بسألة هيد بعتقد راد فلاك كتير كبيرة لأنه دليل على كيف هو بينظر على الآخرين اللي بركة منهم بزيت البوزيشن طبعيته أو خاصة بوائفك إذا عنصري إيه عنصري أو هيك يعني بسأيل وشايف حاله شايف حاله كتير عالم هيك أنت أنا إذا بخيل إذا شخص بخيل بموت بخيل لأنه ما بيكون مش بس بخيل بالمصاري بخيل بكل شي بيكون يعني إذا بتكون تعملوا 50-50 لا حساب أنت بتتفعل فرست الفيمينزم شو خاصة الفيمينزم ما خاصة الفيمينزم ليه كل ما ده الكوز بالجارة من الحد الفيمينزم وينما كان ما خاص طب أمتى بتبلش بعد كم ده بتمدي إيدك عجزة دينك تتجربة تتفعل شوف أنا رح لك شغلي أنا هيدا الرول استبعوا لي هلك الناس برك ما يوفوني أول مرة هو بيعزم تاني مرة هو بيعزم تلت مرة هو بيعزم ورابع مرة أنا بعرض أنه بليز اليوم أنا جعب لي أزمك وهيكي بس نص نص أنا مبطيقة كما قلت أنا وضح الصورة أنا مان بخيل أنا بس عم جرب أنا بوافك مية بالمية حتى أنا مبخلي الشخص اللي قدامي يدفع أبدا كل مرة بس بزعل إذا ما عرضت ما عرضت أي أكيد بعد فترة مش بزعل بس أنه راد فلاك ما هي لعبة لعبة كله هيكي لعبة بس رح لك شغلي أنا ليل بخل كتير بيديقني البخل بيديقني لأنه مخص بس بالمصاري فيه كون بخيل عاطفيا أكيد بيكون بخيل بكل شي بالحب طبعه مع أصحابه فهمتشو أصدقه والبخل ما خصه بالمصاري بس فيه كون بخيل وبتحسيه إيه وبيكزي بعدتا يعني فيه واحد يكون كتير غني يكون بخيل إذا كتير غني بخيل لأنه بخيل بيصير غني الواحد لما بيكون كريم بتكون شائبته مفخوطة أنا بحس كما بالفرست ديت إذا في بنت تجي قدامي بتحكينا على الأكس بالمنيح أو بالعاطل كمان أنه حيث بالمنيح أو بالعاطل إيه ما خص فيه أبشع منا يعني تفكر أنت اليوم أنا رجال بيعزمني على العشاء بيجيبني وبيقلي أنا كنت أجي هون كل الوقت مع أكس دي أوي أوي تفسي حالك إيه والويتر ويتر بيقلي بس مش هاي هي كان وشعراتك بني وبيكون كل ما بيعمل ديت بيعزم على زيت المحل بيكون لا بيكون متفق مع الويتر أنه جب لها هيد الطاول على هيد الشباك إيه ونزلها الشخص بس على سون بوينت رح يغلط الويتر رح يغلط سنة زمان مش شايف أول مرة شفتك مثل عادة مثل عادة إيه وبيغلط بتبيني وبين واحدة تانية كانت شقورة كمان إيه جيت قبل بلايلتين أوه لا شفتك من يومين إيه رجعت رجعت أهلا وسهلا تخيل تخيل على بعضها إذا ريد فلاك كمان إذا بالعشاب بيصير بيعمل نكة زكورية نكة زكورية يعني ما بعرف شي هيك سكسي بيصير بيفرج أو إذا مش نكتي يقول لك أنه أنتو النسوين هيده أنتو النسوين أنتو النسوين أو إذا طلبت صلاة بيقول لي ما أنتو النسوين ما بحيطكم تأكلو أو كل البحيط فهمتشو قصدي وعنصري هيده الهوموفيك والعنصري يعني intolerant هيده ما ما بتقطع إذا بتقول إنه إنه بالنسبة لإسرائيل وفلسطين It's not fucking complicated guys مواضحة مم It's a no-no It's a no-no تقطع لبون تيب حبها هذه الإكسرسيون أو بيرشي يقول له تعرفوا بس الفلسطيني وقتها بلبنان عملوا X, Y, Z فينا أو بتكون عام بتقول لك بس ما في بس ها هي It's a no-no It's like تقطع لبون مي بمي بتقول لك كل العالم كيف ما يحكو هذا الشخص exactly خلينا نغير الالغراثم ما يلحق خلينا نفسركم لماذا منحب valentine لماذا منحب valentine أفا أنا ما بحب valentine بكل البنات ميقول ما بحب valentine بس إذا ما أجيني ورد أحمر أو إذا ما في شي جيست صحبتي 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 آخر في valentine دي أهم ورفقات يذكرونها فيه وكل شي اللي حولي هلأ في ورود في قلوب في تادي بيرز وينما كان ناطره شي مش تروا يكون شي كبير بس ورد وردتين شوز إنه حتى إذا كود نا كود ما بتحب valentine دي بتحب مش بتحب بس إنه فكرت فيها سو جوب لشي لي أنا ما بحب valentine for this reason أنه لأنه باعتبر أول شي is very commercial كتير أسميلي هاي دا الكابيتاليزم اي توتلي يعني إنه اليوم نعرف كتير مني أنه هاي دا القصة كلها كل هاي دا مصاري يعني أنجا خلصنا من ماريا كاري ومن وام ومن كل هول الأغاني أنجا شلنا شجرة العيد والبوليت وغي كي بسفقونا هول هاي دا مهضوم بعد مصاري شفت حتى لما بشت تادي بار ما في نقصة واحد هيك بوليستر بشي هاي دا مهضوم لا أنا اللي بحب إنه مثلا بعد جمعة بتلاقي كل هول أوشي الورود اللي تادي باز كلهم مكبوبين بزبالة بتذكر مرة شفت واحد مكبوب بسوكلين بزبالة هيك واحد كبير مكبوب مثل ما هو حرام بكون حط نيفته الشخص أو باعتقلك لما شخص بيجيب تادي بأهد كبير يعني عم بيخب الشي عم بيخب الشي أكيد وهولي بيصير بيصير السعر سعرون بيصير أغلب كثير ثلاث أربعة مرات فأنا أنا ما بحبها لأنه بس كمان في شغلي إنه الحب ما مفروض أنت تعيده بس نهار أنا ما بدي يجين بس ما أنا نذكرك إنه لازم بتحبي لازم تصرفي إيه أو أنا نذكرك كمان إنه أنه أنت لحالك لحالك في أبشا عملنا صاروا بيعملوا single parties و blind date بس نايس single parties و blind date أوكي لا لحظ أوكي أوكي بس إنه at the end of the day هولي كل الأغاني اللي بدك تسمعون كل الوقت بالمحلات والأحمر وين ما كان أنا بلاقي أحلى أحلى كدو إذا حدا شخص بيحبك أوكي أو بيحبك أو whatever إيه هو كيف زي الشت إيه لما بيفكر فيك ومش قيمة الهدية بس إنه كان قاطع شاف كتاب كنتي أنت عم تحكي إنه أنت بتحبي هيدا الكاتب وبيقول هيدا هو أو عم بتفكر بشي ما بعرف أو هيكي ويفاجئك أو تفاجأك لكن لديها فيها تكون تياب بس أنا لألي اللي عنده سكساس ريت مية بالمية هي الورود مفيه دورة بيجي ورود في شي بيتغير عند النساء أو عند الرجال بس كمين بس أنا بس أنا بس أنت أنا بس أنت حظا بيعطينا بلود كما ببوسط مزبوط مزبوط أنا بحب الأبيض أنه منسير منقول نعم نشاهد بس معك حق وأنا من رأي صارت فيه في واحد رفيقي بساحب حدا وما كان صار لي كم شهر من الشي فبعتد كان بالإمارات ورجع وجاب سحبته معه وبعد كان صار لي وما بعتدت شي أربعة شهر عم بده لأسوا ما عدنات عشان صور ولاحظت أنه كل وقت عم تضحك عليه أنه عم تستلمو لا أو هيكي عم تستهبلو أو عم تبخعو قدام العالم لا هيدا بش ضبط ويتضحكو ونحن كلنا كمان على الطاول يتضحك كانت كيرة غريبة هيدا كانت رائد فلاق بس الشخص بعتد ما بيحس أو ما بيلاحظ أنه إنه إنه لأنه شوي شوي بيتغير الشخص وما بيلاحظ هيك بالقطارة أول شهرين ثلاثة أولك مش أول شهرين ثلاثة أول شهرين ثلاثة مثل ما قلت هنيمون فايز بس بعد وقت بتبطل تسيرو على الكوميك بوك موفيز بتبطل تضحك عن نكاتو بتبطل تحكي بي طريقة معينة زيت شي كمان لرجال أو هو بيبلش إلا بتعرف ما كتير جاهبالي تظهري مع رفقاتك الشباب ممنوع أو شو لابسي ممنوع عيدا الممنوع ممنوع تلبسي فستان قصير أو لا بيينين في كتير ديكولتيل كليفرش تبعيك كتير بيين هول لما بيبلش هيك هذا الرجال الزكوري يبلش يكبس ولما تسأله شو مبيني ناصحة بيقلها إيه بدل ما قيلها لا بيقل الحقيقة هالله هون شوائي صعب شوائي لأنه إذا بيقلها لا بتقوله آه معا بتشوف ما شفت إنه نصحت وإذا بيقلها إيه بتزعل أنا هيك أنا هيك معايا مش إنه البنات أنا كمان يعني أنا الرجال أفتهم لقلي إنه حيالله مرة بنت بتقول بتسألني إذا أنا نصحاني ولا لا بقال لا you look great أوكي لا أنا نصحاني لا ما مبين ما مبين بتكون هي بفزودة بلت بروف ما فيها تلومك وتحسيها صعوبة شوي حتى إذا ما بتصدك تنبصت لأنه تنبصت لأنه كذا بتقمي الإخير إي إذا كتير نصحاني وعم تأكل الإخير الليل كل الوقت وعم تعمل هال في طريقة فيك تقل إياها لا ما مبين بس إذا أنت حاسي حالك ومد دقيقة إذا بديك بعمل دايت معك أو بدي أعمل دايت معك يعني بش بس للمرة بتكون نصحاني ومانتو فيك تنبصت لنشتاتياب نعمل شوپنج ما في أي مشكلة أنا بنائيلي كتياب فيه جوجين عجبني إيش سيير تنبصت عن الروم كومز أنا معندي منق أحد الروم كومز فيه كامرومانتك كومي كتير حلوين في دفنتلي مايبي مع راين غوسلين لا راين رينالدز سيير حلو هذا الروم كومز في Love Actually Love Actually بعتد أحلى الروم كومز أنا فين أحضر عدة مرات أنا حضرته كمين أحضر روم كومز كامرون دياز جود لو كايت وينسلت كتير حبوها الموفي بس Love Actually is my favorite أنا أحضر روم كومز بحكي عن الخياني وبيحكي عن acceptance لالخياني بعتد اللي حلو ب Love Actually إنه It's actually It's love actually يعني القصة الحب يجب أن تكون صودع بيضا It's not black and white فيرمادة فيرمادة وفيرمادة فاتح ورمادة فيك تكون مغرومة بشخص ماسمي فيك تحبيه لأنه مجوّز هذا الشخص بيحكي عن هول أمور وفي هادي لسين وين نسيت شو أسميهم بس إنه هو المن هي بتفتكر مرته ونوعا بيجب لها عائد لقلة لأنه شافته وهو هديها شي أصغر بكتير فهمت إنه بيهدي غير حدا بس رح خبرك قصة يعني بهيك قصص عندي رفيقتي عندها محال جوهري أوكي وبتبيع بيجو في رجال أتما زكي قرر يجيب لمارتو عائد ولصحبته زيت العائد هذا مجلومانياك تخيل تخيل ومارتو عرفت إنه مصاحب هاي لأنه شايفت كنيتشيكي وشايفت العائد عليهم يا جماعة لبنان كتير صغير وبيروت بعض أصغر لا كل كل المجتمعات إذا بدك تفكر فيها وينما كان خاصة عنا نحن بالعالم العربي نعيشين مع بعضنا يعني أكيد تفقنا بيكي عن أكساتنا الأكس تبعيتي والأكس تبعيك دهر وصوه دهر وصوه أنا كتبسميهم سوينجر كلاب إذا بدك سوينجر سوينجر كلاب يعني كلاب دي شانجيست بالفرنسيوي لأنه لما بتعيش بمجتمع هالأد صغير إذا بدك بعضه من طبقة معي من طريق التفكير معي عود إذا مش الأكس والأكس مثل ما هيك أنا وياك اكتشفنا يعني بيكون أكس طبعا هيك هيك يعني كلنا نعرف بعد ما فيك ما فيك ما تعرف حدا مش ظاهر مع الرجل يلي أو المرأة يلي أنت ظاهر معهم فهمت كيف كله كله فيه حدا منهم ممنين مع التاني بيجروب رفقة فيه شي هيك أو يكون في هيك علاءة وبتصل لمرحلة وين كل الناس تعرف أنت يعني أنت بتتعرف على الشخص بالمجتمع طبعك أوتوماتيك اللي عندك ناس رح يجوا يحكوك عنه أو عنه فهمت كيف هذا ستيل يعني وإنت محتار بتصدق ما بتصدق ما بتعرف كمان شو سبب لشخص يجي يقول لك هاي دي ما بتسوى أو هاي دا مايلو هازي أو انتبهي منه أو لا منا منيحة أو بيقول عن الرجل شاني مان ايتر بالعربي بتاكل رجل بتاكل رجل صحتنا قلبها أو ججل أو وومنيزر مثل ما بيقوله نسوانجي 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 منك عارف لأنه أنت ما بتعرف ليه الشخص عم يخبرك ما بتعفي ميت صدقي ايه ليه لأنه اليوم أنا بتعرف عشب انت بتجي بتقلي ايه بس هيدا الشاب منه منيح وهيك بركي لأنه انت غيران منه أو بركي ما كان منيح مع صاحبته أو هاي دي البنة بتجي بتقليك لا هيدا مايلو عازل وهيكين بتضيق ما فيك تعرف فيه يكون مزبوط وفيه ما يكون مزبوط صعبة كتير بالمجتمع تبعنا نعرف إذا لازم نتسمى على الناس يلي هم بيقولو أو لا هي أهم الشغلة بيعتدي يكون عندك رفيق أو رفيق ايه تعمل هيدا يعني بتعمل ريسيرج على هيدا الشخص بتقولي لا أو بتقولي له لك أنا بحب أو عم بتعرف على هيدا الشخص شفلي شو الوضع أعملي شوية ريسيرج عن دفلوبمنت ورجعت جب لي ريبورت يعني لا كمين ما كمين لغي أنا بلاقيها شوية غلط إذا ما بتعرف أبدا شي عن الشخص لقدامي يعني من المعليل لازم تكون عملي له فالو على انستغرام بتعرفي من قبل أو أول ما تتعرفي على الشخص بتعملي هيدا ريسيرج عن دفلوبمنت بتعملي فالو بتشوف السور بتشوف إذا عملي دليت وين بيصهر وين بيصهر وين بيصهر أي موسيقى تسمع لأنا هون الكارسي أنا كنا عم نحكي عن الروم كوم وهيكي أنا نحل لك أنا الكوميك موفيز كتير بحبهم الأكشن وكل شي هولك كتير بحبهم فهمكي بس الموسيقى كتير مهمة يعني إذا بيحب ما بعرف شي أنا مبطيق تخيل أنت عقاعد عم تظهر مع حدا ويف شو عنا نونو يات لحظت عم تظهر مع حدا زوقوا بالموسيقى بخرة يعني يعني بلاك تتسمع هيك موسيقى كل الوقت مش كل الوقت بس مثلا إذا في شخص بيحب موسيقى معينة بلاك تتسمع هلأ وإذا بيحب شخص مثلا بونا فيسا سوشال كلب وينوت أو إذا بيحب ما بعرف شي كلاسيك روغ مش كلها بس شيك معين بس إذا شخص بس بيسمع على الراديو هيدا في مشكلة يعني هيدا الزلمة ما عم بيفكر ولا سيني عن شو بيحب وشو ما بيحب بالكسشونير طبعي في سؤال أي غنية أنت بتحب بس تستحي منها لكن أنا باكسريت بويز ما بيستحي منها أبدا ما فيك تستحي منها لأنه لما بتلعبها بكلوب ما في حدا ما بيوقف وبيقول بيغنك كل عنا كل الأجيال كل السكسز بيموتوا بها الغنية لا أنا بعث أيها تبعيتك خوليو انجليسيس أنا أشوف رحل لك شعر بيخوليو انجليسيس عبكر أوش بيغني بالانجليزي بالفرنسي وبالإسباني وزا مش كمان بغير لغات يعني التالييني وهيكي أنت عرفتين على خوليو انجليسيس بعرف على الناس إذا بيقول لهم أنه أنا بحب خوليو بتتلعوا فيه أنا أفيت عرفين أنت على كون كون لاميس ما بيادرة فانتاستيك هيكي تاكي كرنج شوية بس مهدومة بس أنا خوليو مش غنية بهم أنا بحب ألبومات كيل خوليو وخوليو إذا بتتسمع عليه أوكي ما بعيد إذا الناس تتعرفوا بس إذا بتتسمع بتحدي البست تبعه بتحس أنه عم تسمع زيت الغنية من الأول آه الثاني الثاني آه زيت الشي كلهم بيحكوا حب أنا أحب خوليو قبل ما كانت أقول أنا أفضل أنه يقولوا الناس آه بتحب معصبتاك أو بتحب هولي ري ميكس وهيكي أنا أحب معصبتاك أنا أفضل أنه يقولوا يضلوا هيكي بهذه الصورة أنه مدية بتحب الموسيقى هكي المزوى التريب هوب في هول الأغانية اللي ما بدك تحكي عنه بتعرف تكون أنت بالسيارة بدك تغني بتسكرش ببيك أنا في أغاني هيكي فرنسيوية يعني بفضل ما حدا لا أكيد لا لا أنا أحب لأ كلود بارزوتي بس غني واحدة لين لا حرام تعرف كلود بارزوتي عكل فالنتان كان يجي يغني بلبنان حتى إذا ما كان يغني بقى هو كان ناسي حرام على توفى بس أنه الله يرحم هو كان ناسي أنه كان يغني ما كان يجي إلى على لبنان يعني حتى أنا كنت أشتغل بنوستلجي حتى لما رحت على نوستلجي بفرنسا قلت له أنه نحن بنسمع بارزوتي في ناس بنوستلجي ما بيعرفوا من هيدا فالنتان داي كان دايما يجي غريب أن تحكي عن بارزوتي هو كان يجي على فالنتان بلبنان لقي بعتد ما في فالنتان داي ما بيأتي علي فرانك سيناترا أه بس فرانك سيناترا إس فرانك سيناترا إس فرانك فucking سيناترا أنا بموت بفرنسا اي أنا كتير قوي لحالك شعلي مضبوط أنا ما بحب فالنتان بس أنا كل شي مشمله حوال الحب كتير بحبه هؤلاء اللوف سونجي اللي بيبكوك إنت ولا حالك كإنسان بطلق إنسانيتك الكتب اللي كنا نقريه لما كنا صغار نحن البنات باربارا كارتلاند هول من سمون اللي غمان اللو دغوز كل هول كله أصص حب وهاك إذا بدأ إنت رومانتك أكيد رومانتك المشكلة أنه اليوم الرومانسية ماتت أنت بتاتي ماتت أنا أنا لقي بركي لأنه أنا أم أدرس كول بس أنه كل شي نيو تكنولوجي أنا بعتبر إنه أي شوي لك قبل من نعمل التكنولوجي أنا ما بعتقد رومانس بس بعتقد بكرة كيف بيحصروا رومانس بنهار واحد اللي هو هيدا هي إنه ما وقفت على لا إذا بدأ تنطر نهار بالسنة لتقول للشخص إنه بتحبه في مشكلة في مشكلة إلا بس يعني كمان الكبار إنه من جيب بوكي كبير إيه منعمل هالشغلة إيه منطلعهم نعمل عشا بمدروان بمطعم كتير حلو بآخر معامل الله بلبنان تعمل كبنية بفورم قلب رجعنا على الكرينج يا معين أنا بحب كتير قصص الكرينج بقلب بحس الحب كرينج ولأنه كرينج حلو ما هو الحب الكرينج لدرجة إنه شوف الناس لما بيحبوا بعضهم كيف بيحكوا مع بعضهم بيرجعوا بيحكوا حكي هذا turn off البيبي talk بيحكوك نعم بيحكو مثل البلاد صغر بتحكي كيف بيبي talk مرحل لك يلا قدام لعن لا ما فيني سوري ما تخزون مش لها الدرجة بس أنه بيعطوا نيك نيمس لا نك نيمس بس أنه هذا كمي بس لما بيحكوا بطريقة مثل هيك مثل البلاد صغر ما عرف كيف قوله اسموا بيبي بابية بيكون الحكي طبع البابيات لما بيحكوا مع أمهم زيت الشي يعني بيصير الشخص يلي بيحب التاني بيحكي مع التاني كأنو بيحكي مع بابي صغير هذا هو بيحكوا مع بعض ذلك لغة للبابيات بس لكي هلا إذا هول الشخصين تقبرني تقبشني لا بس لك إذا هول الشخصين لامه هذا الشي لحالهم بيغرفي بس إذا قدام العالم على البي دي اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي صاحبك ويعبتك يبوسك من الوقت لوات اي اوكي بس مش كتير مش كتير لا فهمت شو قصدي اي لانه العنم اللي حواليك يحسو حالو غلاص اي للناس ياللي بينسوا انه في ناس حواليهم وبيكونوا كأنه قاعدين بالبيت عندهم هتكون هي قاعدين على حضن وبيتبوسوا وهيكي وخلاص بس حلو اذا البنت قاعدين ما عم بحكي عن هيك عم بقول انه اذا خلاص كأنه قاعدين بالبيت وما في حضن حواليهم مجبس طحيلة عم بيطبوسوا اي اي اكزاكت وبيصيروا بيحكو مع بعنون شو وشو كان جديد لماذا نحن هلو قاعدين نسوا ماشي حام لكم في بيتكم فيكم تعملوا هذا الشي مش ضروري تعملوا هذا الشي قاعدين تشاهدوا انه انتم هلقدي مغرومين وبحس لعم لابتكو مكان لو لديكم شئ أوضاء حسن موده هلقدي نحن بيطب وقت كل وقت سوا مش طاردوا تعملوا هذا الشي قاعدين نعم هذا هو الانتراب تعرفنا هل يخبروا كل قصة حياتهم على السوش الميديا كل شيء أنه لازم تكون مستثمر لازم تعرف كيف تعرفنا بعض لأين عم نروح شو هو الكادو شو جبت له له ورسيلة بيعمل بس لما بيعمل شو تو دمون انباك تو دمون انباك ايه بيعملوا هيك لا بس هل أشخاص بعدين أول ما يفكسوا ما بيخبرونا لا بس سجأتان بتبطل شوف سور سو بتفهم لا ايه بس أنه أنا استثمرت بهذه العلاقة أنا بدي أعرف كيف أنت فاكستو بدي أعرف كل هل التفاصيل ما لكم تخبوا هيدا الشي عني لأنه أنا كانت موجود من الأول وبيدي أعرف شو صار والأول شو كان كيف خلصة السيزن لأنه الأول في ساسبنس مش أول شي بيفرجوا فرجوا باركزامبل ايه ايدين مسكين عم تحكي انت عن الصوفت لونش هذا الصوفت لونش طبعا كل شي عم بيصير على السوشول ميديا ايه بتبلي شوي شوي فمت كيف يعني كيف يعني وشو بيصير يعني بيحطوا ايتين هيك صورة فيا ايتين فيا ايتين مسكين بعض او مش مسكين بعض عم ياخدوا شي من صحن ايه ايه انه موجود اه في شخص موجود نحن هنا ايه او بتشوفهم من وراء فمت كيف ايه ايه او السلوات تبعيتهم بالهد ايه بالسونزت ايه بتشوف هيك هيك انه خيالهم هيك في شخصية جديدة فاتت على خط ايكزاكلي ايه صورة بتبليش انت ومت كما قلت بتصير بعدين بتشوف انه بيعيدوا سالون شهر بعدين تصيروا ثلاثة شوي مثل مع الولادة زيت الشي نرجع كتير نتوالدا لما بنكون من حب لحظر صرف تلهبل كمان ايه يعني كيف انت لما بيخلق بيبي بتعمله هابي برش دي اول شهر ثاني شهر سنة عمد كمان لما بتحبي انه احنا اليوم صلنا شهر سوا وهيك وبتروح بتعشو وهيك وبحطوا الصور هيدا الصوفت لونش بيعتقد انا بالمجتمعات العربية بحيس كمان في بعد ديني انه في العين انه رح نتأكد انه ماشي حالنا ثلاثة شهر قبل ما نفرجي وجه للشخص مثل لما ما بتقول انه انت المرة حبلي ايه ما بتقول قبل ثلاثة شهر كمان للعين ثلاثة شهر ايه معشر جمعة ايه 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 فهيك كمي صايبة عين بفهمها ايه لانه بدك تتأكد ما شو بيك ما كنا قلنا انه هوني مون فيز اول ثلاثة شهر ايه اذا في ريت فلاغ اوكي بحورة ثلاثة شهر وانت خبرت ع السوشيال ميديا انه كنت ما هذا الشخص فت بالحيات بس كيرسي بدك تنتر وقت شوي يعني تخيل انت عم تبهدل عم تبهدل حالك اذا اليوم حاطت صور من الشخص عم تظهر معه صلك جمعتين ثلاثة وفجأة تتركه for any reason ما فينا نعرف شو سبب خلاص ايه بتكون خلاص جراستي وبتر تعمل بلوك وبتر تعمل انفولو وبتعمل سوايب انا 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 في ايه ولا في شي واحد اثنين ما بيحكي معهم ما بتحكي معهم ما بتسلم عليهم نو ولا ابدا ولا شي اذا بتشوفين بمطعم مسان فيتين كأنه ماش موجودين اوزين بيجول عندك كأنه شخص ايه بعرف حالي موجور مدير لا ايه انا سئيلك تيج اه ايه 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 لا انا 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 ما عندي حدا هيك بس في اكسات نهيتها انا تانكي بريماش ما حنحكي مع بعض ابدا هنزعلو منك نينتنا اه سو ما بتحكي مع بعض ما بنحكي ما في اكتف افرت يعني ما في جهد من ميلتي اه بس لما تشوف بعض بصهرات او بأعراس اغريبي تلوات بأعراس اه كتير هاي كيفيك شو اخبارك اوكي شو رأيك بالسجل عدلي لحب شو اصدق يعني اول الناس بتضلك رفقة معهم او بتبطل تحكي معهم بس فيه ناس بتكون انت ظهرت معهم انا كتير بحب هيد بكي بيقولوا ظهرت انا لانه بفرنسا بيقولوا بالإجليزي كمان دايما انا كنت اسمع باللبنان كينو يقولوا لقد سالك تحكي معهم تخيل بعد ثلاث سنين بس تحكي مع الشخص شوي في زهق يعني بس انه في شي غريب في شي غريب عم بيصير في السجل العدلي الحب او الاكسات خلينا نحن سمي السجل العدلي ما بديك تحكي عنهم لا يلي اذا حدا بيعرف انه انت صحبت هيدا الشخص عالشهرين ثلاثة او عالستة او صار في شي بينك وبينه تتبعينه اكسات يعني بتصير انت فيه تعمة تعم وبتتذكر انه صار معي قصة هيدا مع هيدا الشخص اوكي و قاعدين لي كيف عملت بتصير معك اي اي بتصير معي انه بتطلع بهيدا الشخص اللي كتظهر معه او صار شي معه صار شي هيك عابو جماعتين ثلاثة لانه بتقولي شو كنت عم بفكر شو نفسي قطيع فيه اغلاط بس فيه اغلاط حلوة كمان اي اول شي الاغلاط يلي بتعملون بيخلوك تصير اول شي الشخص يلي انت اليوم وبتعرفي قيمة العلاقة الجديدة اكزاكلي يعني اذا عيليتك من قبل كانت سيئة وكانت بتقرف وكنتوا هم تستقلوا بعض وكنتوا تكرهوا بعض علاقة تانية راح تعرفي قيمة الحب وقيمة العلاقة وقيمة الشخص بس فيه قصص بتفضل ما تتذكرون يعني حتى مش انه تنذكر وما تنهات ما تنذكر ابدا اي انا ما عندك شخص وفي هيك انه اوقات انا بكون قادة مع رفاتي بقول انا انه انه هيدا بكتله انه كيف بكيت لهيدا الشخص كيف نزل الدمع انه كيف زهلت انه شكري ربك انه خلصتها القصة بتصير نحنا البنات كتير يعني لازم نحكي هيك انه انا هيدا ونحنا كلنا ذات الشي مش مزبوط نحنا الشي الرجال محال ونساء محال وبعدين اكيد في كمان عند رجال رجال منهم ذات الشي عند البنات بس انه ما منشبه بعض بالاحساس الشعور وهاك خلينا نكون صريحين ما منعيش القصة بذات الطريقة انه فيه رجال بيبكو في جير ما بيبكو في بنات بيبكو في بنات فمتشو قصدي بس فيه قصص هيك نحنا بعرف انا لاحظت بركي غلطاني ما بعرف على بالكومنت اقولولي اذا انا غلطاني او لا نحنا نحنا بيقولوا بيقولوا لكل سنة علاقة شهر لا تطلع مني شهر تعويد ايه واحد اكزام مصبوط كل سنة اشتغلتوا بهذه الشركة بيطلعكم شهر تعويد ايه في شركات شهر ونص عفو افضل يكون شهر بس انه حسب حسب الشخص حسب انت شكرا لك انا معي انا معي لا بزعري كتير اول فترة اكشري اول فترة مش هالقد بس بعدين بلش اشتاء this is what we call the boomerang effect عند الرجال هيك عادة بيقولوا هولي عم بحكيك عن المجلات يلي بتقريرهم تعرف ان لما بتقرر مجلات قبل فالنتين ويكا ايه هولي تعرف انه لها ايه كيف بدك تخلي الرجال يحبك لآخر حياتك كيف فيك تتصالح مع الاكس تبعيك وتراجعي ايه ايه بتي بشرفك هولي المقالات يلي منقريهم قبل فالنتين دايما فهمت شو قصدي ليه انا بكره هيدا الضغط يصيروا بنظروا عليك وبيخبروك قصة سطحية مقلون عازي بس لانه بهالوقت رح تستوعبين ورح تكون هيك open minded خلينا نحكي عن الحب بس مانيبوليشن كل شي اكيد مانيبوليشن ما شو بيك بيقولوا لك كنتفع مصاري اكدر حاس حالك ايرل ماركس ايه انه بتفتح مجلة بتفتح مجلة نسوية اذا بداك انه ومنز ماجازين حيالها انا كنت رئيست ايه والوفيسيال ونون ماجازين وهاكي بيكون عندك صفحة خمسة ايه بلي حالك متل ما انت اوكي انت الفورم الشيب تبعك بلي حالك متل ما انت لازم الناس يحبوك متل ما انت ويأخذك متل ما انت بعد عش صفحات كيف تخسر ثلاثة كيلو بجمعتين ايه لا يكون عندك ايه the summer body ايه او كيف تتعب الفورم والانتينز دي او بتوصل على الاخير وعالاخير المجال بتوصل دايما بيكون كانت في وصايف اكل انا قررت ما اكل فهمت كيف ايه هيكي كل الوقت ما تضغط علينا يا خي اكتب من انا بلاتيت معك ايه انا في كتير بس بعت البرشور جاي مش مرة جاي من نساء بين بعضنا ايه بتحطو ضغط هلا هي المجتمع حتضغط ونحنا بين بعضنا كمان فيه بتكبوزيت عن نار انتو شوف انت هلا جيت طلاث وصلت عهيدا الديت شو عملت مشطت تحمامت مشطت تفرشيت سنينك ربس تيشرت وشاكل انا اخذت معي ساعة ونوص لحضر حالي بس هادة بترجع لقصة انه بالمسلا بالاعراس انتو بتلبسوا بتكسروا حالكم تلبسوا تغيروا فسطان كل عرس بتروح لولن احنا بلبنان اكيد في منو مش عشرين عرس والصائفية تلبسوا فسطان كل مرة مش كرمالنا كرمال النساء ايه ايه كمان نربس الرجال يعني سكسي وما سكسي بس الرجال ما بلاحظوا ما بلاحظوا اذا بتلبسي اوكي زيت الفسطان بعد كل عرسين اوكي فاين بس اذا بتغيري لون بعد انتجرب تلبسين او سكسي او اذا هنده ستيل او اذا ايليغانط او شيك نحن ناطيك نحن ناطيك نحن نطيك نحن نطيك قبل ما نكمل هذا الديت بليز بنا نذكركم تعملوا لايك انسبسكرايب على كل المنصات وما تنسوا كمان تكبسوا هذا جرس لايجيكم في كمان شغلة تانية اليوم فلانتاين اذا بدكن تهدو الحب تبعا تي شرط او هوديف بتروحوا ها سردي afterdinner dot com وبتلقون حتى اذا هديتو بعد يومين ثلاث اوكي امت ما بتقول لسا ومنا نذكركم كمان اذا بدكن تسهموا بسردي او تدعمونا انتا كتير مخضوم هيكي تعملوا patreon dot com slash سردي afterdinner تعالشو الحب شو اذا حدا بيحب التاني لما بيوعها بكرة وبيلي اي حلوة ايه وبيلي حتى مطالعة مش تهالدرجة بس انه بيوعها معفن معفن كيف انه ما في كتير اه ناس بيوعها بكرة بيكونوا هيكي مثل الالكسي كولبي بالداينستي يالي كانوا يحضروا داينستي بيعرفوا عن شو عم بحكي كان يتوع مع الجلوس الميكب كلها سوا وشعرها زابط كأنه طالعة من عند الحلوة بس في نساء بيكونوا نايمين بفيوا قبل بوقت بحطوا ميكب بيجرعوا نامه انا عملت انت عملت ايه مثل هايك بتعمل بكل حاضر هالسيريز حاضر برايدز مايدز وعملين هايك كمان في هايك سين انه بتكون نايمة حتشاب بتفيق حالفات حجوزة بتنطر انه هو يغفال تحط هايك عم نحكي عم بالخمسينات هايدي لانه بتحط الفيلي هيك بتشبك في زبادك عشعره لميهز شعره بتنام من بعده بتوعها قبله بتركض عالحمين بتزبي تحالها وهو اكيد انه هيك وين هوا الليساء وين هون مديا انا كنت اعمل هيك عفترة عن جاد بعلاقة ولا مع لا بعلاقة ادي وقت حسب اذا العلاقة شهر شهر كنت اعمل هيك بس انه بعدين خلاص ما هي المشكلة بعدين خلاص خلاص منفلط الايد شو ريزي متعمل من الاول بدك اتعود الشخص اي انه هيدا شكلي بلا الميكب بس انا شخص ما بيحب الميكب ابدا هيدا الحب كمان ما بحب لما الرجال بحب مرة او مرة بتحب الرجال كيف ما كان يكون بس هلا عم نحكي عن المرة اي لا حتى يعني برات العلاقة انا بشكل عام بحسي نساء ما لازم يلبسوا هده ميكب يعني بتشوفي امرار نساء خاصة بالاعراس بيكونوا حاطين كتير او كمان بفالنتين ترسل بحسي نساء بحسي نساء ترسل نساء بس حتى ميكب 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 او ميكب انت كمان كل شي كل شي كل شي حتى ماسكرا أكيد وإيلاينر زبطتح وجبة ماسكرا جوية العين صح لا ماسكرا لرموش لرموش ألم لجوية الكحل يلي من ساميه الكحل يعني هو الكحل بيسموه بفرنسي هو كول بكتبوها ك O H L هيدا يلي الميكب العربي أوكي يلي طلعته أنا لاكت بس كمين تفضل أمره لما مرة ما تكون حتى هالأد ميكب ناتيرال أصلاً إذا بدك تلعبها هيكي على في بنات كمان هن خلقانين كتير حلوين أوكي ورجال كمان يعني نحن ما نحط ميكب في رجال بيحطوا ميكب قغلان الماركة المشهورة عندهم ميكب لرجال في بي ساث كوريا بكوريا الجنوبية في ميكب لرجال أصلاً هن الكوريين بيشبهون سوين بس أنه نون هنا في بلاش لرجال بيكون مات بلاش لرجال في كتير وفي كونسيلر كمان أنا بعرف أنه لو ما شخصي بكون إعلامي وودي تلع دي من الكاميرا مش متلي بيحط جو بتحطي أنت أمراه بتاختي هاتي الشغري بتحطي عبو الجيك الفون دو تين الفون دو تين تمامي لمع ايه هاي 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 أمراه بتحطي علي كمان معين كتير مزيط ليت معين كتير من التحطي لا مرحي هاي هاي هي هيك من نعمين أعطيني شوية بدك كبت كوي هيك أهي بس لتشيل اللمعة اللمعة ليه من عا هيك ما تسأل نعم ما تسأل بحيتك شايف مرة عبتحط ماسكرا بتاعي أو هيك لها مبعرف لي لا بس في شغلة شفت على التيك توك مبعفز بتعطيه بعطلك إياها أنا مبفوط على تيك توك على انستغرام تتعمل هيدا بسينات بس حسب اذا مجعد شوي على العيون مثلي انا بعتلي كيف تزكير ايه بعرف ولا ايه ما عارف عن انستغرام اخدوني اللون هيدا شي جديد بتجاعد شوي هون اذا بتعمل هيدا بس ما بتعمل هيك بتحركي وجيك ايه بعمل هيك زيح كات كات اي تعمليها انتي اه لا قلت لك انا بلاشت جاعد هون فاذا بعملها بيطلع هيك زيك زاج حالو كتير ايه مهدوم بيان انك عم تضحك يصلك زمان ما هو بالانجليزي شو بالعربي شو بالعربي يا جماعة قلولنا شو بالعربي هولي تجاعد على العيون بعمل نكون مجعادين يعني تحب عن العيون مجعلكين ايه تفهم مدين احنا عم نحك عن العلاقات عم ندفرن ستيجز بالعلاقات ام في شي بد العالم كلا تعرف انتي بلا مجيمة انتي نورا افرون طبع العالم العلوي يعني كيف كاري براتشا في ساكسيند السيتي انت كم عندك كولم بلغيان وجوغ من الالفين وثمانه مزبوط ايه يعني فوق الخمس عشر سنة كنت عم تكتبه لو قفتي قفت من شي سنة ونوص بس القصص اللي كنت تكتبهها العالم كلها كانت تاريك كانت بالفرنسي وبركشي مرة رح نترجم كم مقال فيه كم مقال لترجمه بالعربي وبالانجليزي انا ترجمت لك يا لا بس قبل كمان يعني الترجمه ايه وفيه مقال ما بعرف هيك انا بيك اول ما بلشنا السرده بعد تيلي هول المقالات التيلي معين خلينا نحكي عنهم ما عرف إذا احكينا عن هذا الموضوع بس فيه مقال كتير حلو اسمه كسدورة فيك تخبرين اكتر عنه او شي تانكيو اوكي انه هيك خجلتني لا ما عم جاملك في كتير عالم بتقول هذا الشي عام جد كنت العالم تقريكي شوف رحل لك شغل اول مرة حدا بيشبهني نورا افرون نورا افرون اللي كيني تكتب بالنويورك تايمز كتبت اهمة روم كومز بالعالم هي حاملية هاملية وين هاري مت سالي وين هاري مت سالي وين هاري مت سالي وين هات ميل هارد برن سليبلو سن ان سياتل جوليان جوليا يعني كل هول الافلام تبع التسعينات اللي كلنا ومام ميك رايان اللي كمان كنو يشبهني لأيلا كل الوقت لأنو كن شعري أصيل بس كاري برادشو كل الوقت كل الوقت يقولوا لي مش معقول شو بتشبهي له و هيك وشارك وبتعملوا زيت الشي بس يالي اهضم شي من بعد سكس اند السيتي وإف ساند السيتي عملوا الافليم و هيك عملوا هلا اتش بي او تو سيزن and just like that سو الكمباك تابعون صار عمرهم خمسين وطلوع و شو عنده كاري برادشو بابا تكتوب عنده بودكاست اسو تخيل تخيل انه حدا بيقل لك كل حياتك في شبه كاري برادشو بعد خمسة وعشرين سنة بيكون عنده بودكاست و انت لان انت you reinvented yourself عملت اعادة تأهيل لحالك وفيت بالبودكاست كنت عم تكتبه حسنا عشر سنة دي شارة من اعيني بأيضا لانه كان عندي كنت بالراجل بس عملت بودكاست بالعربي هيدا هوني انا عمل شي جديد يعني هيدا كل مهم للي هيدا اهم شي للي انه عملته بالعربي ع قصة كاسدورة كنت اشتغل بمجلة اسمال اوفيسيال وتعرف لما بتكتب كل اسبوع حال خمسة عشر سنة بده كتلاقي افكار وكنت عم بتسيأل لانه انا بوقتها كنت مجوزة والبنات والصبايا اللي كنت عم اشتغل معه كانوا محدا مجوز منهم وكل واحد انا تخبر قصة انه قصتها انه قلي وعزمني وعمل سألتهم سألتهم اليوم نحنا بالعالم العربي هلا اليوم شوية تغيرنا بس بوقتها بنت عمره 22 23 او شاب عمره 25 عادة بيكونوا عايشين عند اهلهم كنوا متحفزين كمان يعني ايه و هلا بلشوا عند الاسلم المسيحية بايدوي ايه 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 ما في ايه زيت الشي يعني ما منفر تمال الالبطائفية ايه لا ما منفر اليوم عندك صبايا صاروا يعيشوا لحالهم الشباب صاروا يعيشوا لحالهم بس انه بهايد الفترة كان اقل من اليوم اوكي فكت عم بتسيأل طيب اليوم انت عندك ديت اوكي ما انك عيش باوروبا او بامريكا وحيالة محن طيب اليوم شاب وبنت راحوا تعشوا سوا وبعدين وما شبعوا من بعد وبعدين وين بيروحوا وين بيروحوا بيروحوا عند اهل البنت او بيروحوا عند اهل الشاب على حسب كمان عقلية الاهل مظبوط اهل البنت ماشي بيطلع على الفرد بيش حطوا زر لا لانه في اهل بيفضلوا انه البنت تجيب صحبة عالبيت اوكي لا يسائطوا ولا يجعرفوا شو عم بيسير ايه بس ما بيخلوا البيب مسكر اكيد لا تقعد بالسالون بس يفضلوا بيعرفوا انه فيهم يقمروا فمتش كيف بس ما فيهم يعملوا شو هل اتنين اذا بيفوتوا على بات لا بس انه بس انه في الليل كيف هو المخفر شربت فنجي القهوة قعد معنا مصبوط بيعاملولو انتراجيشن تحليل اخ واخته بكاروه حياته الحلم والزلم الجاي مبسوط بيطلع خايفان بيطلع للشاب يلي بيجي مع الاسوار الوردة هيك على البروم نايت زيت الشي انه بيتلبك الدمانة بيعاملو المحاضرة انه انت كيف شو بدك تعمل مع بنتي خبرنا تهيل بأيام زمان لما ما كان في تليفون تليفون كان بدك التلفين على البيت لا تطلب لتتحكي مع البيت موجور عمو كيف موجور عمو بدي احكي معي ابن مين ابن مين معك كريم فيني احكي شو بدك او مين هيدا كريم طيب يلا هلأ برجع برد لك خبر عايد لبنتي فجأة ما بتشوف البنت جمعتين وانا بتشوف صورة وجه لكريم بقى يعني بتيتان يعني بس انه الفكرة انه طيب وين من روح بالعالم العربي ما فيك وكريم بيصير عنده مذاكر توقيف بس انه ما فيك تروح ما فيك تروح الوتل ممنوع اذا اتنين مشوا مجاوزين وطيب وين بيروحوا ممنوع ما فيك تحجزي اوتل اذا ما انك مجاوزة وين بيروحوا اوكي في اهل بيكونوا كول اكتر من غيرهم بتروحك بالمغفاء او بالليل ساعات بالله اذا بيعطوك مفتح البيت ايه لا بيعطوك مفتح البيت اذا بدك ترجع لا اما بك دقي لا لا امرار بيقولوا اذا ما انت ما بترجع بهالساعة ما حنفوتك عالبيت اه بس انه ساعة اتناعش اعتبر ساعة اتناعش بعدها مقبولة انا اهلي ما كان يعطوني مفتح البيت ساعك بتفوت البنت هيك انا بنضيعها عقودة الشاب يالي بعد عقودة كانو صبي صغير بيكون فيه كل الهول الكيسات يلي ربحون لانو كان يسبح منيح او كان ملك الفوتبول او التكويندو وهيك بس اذا بتفكر فيها اذا ولا هي بده تروح لعنده ما انا قادرة او ما فيه يروح شو عندهم غير حال ما بيروحوا الكسدورة بيطلعوا بالسيارة اذا هو ما عنده سيارة وهي عنده سيارة وبيعملوا كسدورة وبيروحوا بيسوقوا يلا كسدورة بيقفوا السيارة عشط البحر بدوك ننتبه لها فيه كتير قصص انو فيهم يوقفوك الدرك وهيك فيه كتير قصص ممنوعة فهيدي الفكرة كان انو تايب اليوم عنا كيف نعمل اذا اتنين بيحبوا بعضون هيدا كسدورة كتير حلو لانو بالكسدورة بتكونوا بتسمع على الموسيقى سوف تتعرفع بعض عبر الموسيقى اوكي غنية انا غنية انت غنية انا غنية انت وتعرفع بعض بطريقة تانية وبعد العشاء وقصة السيارة عندها كمان كسدورة بعد العشاء مظبوط كيف نحنا لما بيخلص عشاء عند الناس بكون في هذا حكي الأسانسور بتضلك عالباب انت وعم بتوديه بصير عم بتحكي وهديك ماسك باب الأسانسور والجيران بيصير وبيدقوا على الأسانسور لتفلط الباب السيارة كمان سيارة هيدا لما شاب بيجع بيوصل صبية على البيت من بعد مع زمع العشاء انت بيقعدوا بالسيارة بعدين هيحكوا حلو تحت البيت ايه بحنا فجلا بيدوو البيت وبتقولي يلا ايه تطلع على الام هيك على البالكون دخليك يا سارة او الباي ايه او الباي ايه ارحم ذلك بس انه ايه هيدا هيدا الكسدورة الكسدورة كتير حالة ما اعرف اذا بتصير كمان بمجتمعات تان بس باعتاد بالعالم العربية بتصير كتير الكسدورة بلك اليوم بطلنا نعملها كتير اوشينا ما افعوا مصاري للبنزين اول شي في عنا ازمات يا جماعة ينسيوا عندك النيو فورم يعني كل السوشيال ميديا وكيف الناس بيحكوا مع بعضهم انه منك مجبور تتطر كل وقت تشوف الشخص فيك تشوفه فيديو كول بلا ما اهلك يعرفه وبتحس انه اوشيال ميديا بعض القريب وبيعرب بالبعيد ايه هلا مش منيح يعني اليوم فيك تتحشر ببنة بنا ما تقول تروح تسألها شو نمر التليفونة يعني غريبة هلا ازا حال اللي بيسألي شو نمر التليفونة كتير غريبة ايه بريك تلاقي شي بين الاتنين ايه شو الانستجرام طبعا شو القات ايه شو القات وبيفوت بيبلش يليك هيدا يليك هيدا هيدا الزلمي اللي انجا بيتعرف عليك وفجأة بتشوف الـ Notification وبلش يليك كل الصور تابعوله انا هوني انا بلش خاف انه شو عم يعمل stalking مش stalking فمت كيف يعني ايه او ببلش تعمل like like a story او اول ما تتعرف عليها كل الصور عم نحكي من صور من شعاش سنين يعني تطلع لها بعيد بالبروفيل تابعك او بيضله الشخص عم بيليك كل story انت بتعمليها بوست وكمان اول ما تتعرف عليه بيعملك قادة على Close Friends ايه كمان انه مرحبا مرحبا تخيل 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 اليوم مرة مجاوزة اوكي عشرين سنة بتقرر تطلق وهي عمره أربعين وصلى زمين ما عملت تخيل اذا انت بتوصل مع كل هول التولز وانت معوض عادة يجيك تليفون فجأة بيجيك مساجات او حدا بتحركش فيك بالانستغرام انستغرام وانت ما بتشيك الديام تابع الانستغرام تابعك عادة انا انت بتطع انستغرام من وقت لوقت يعني بدك تتعلم قصص جديد لتعرف كيف تعمل صح وبعدين في الغوستنج هلا وفي السوايبين وفي تيندر ما بتدهي غريبة بقى هي خلاص انه صارت طريقة التعامل جديدة اتس نيو ويف نيو ويف تتعاملي مع الشخص وبدك تعمل الادابتاشن بدك تتطوري بدك تعرف كيف تريك مع الشخص انا ما بتصبط معي لكن في كمين الابريكيشن يعني اول ما تظهر تيندر كلها نزلت تيندر في كمين بومبل هلا في راية راية طعف راية انا ما بعرف شواني راية بس رفقاتي بيقولولي انه راية كمين بلاتفورم جديدة تقدري كان فيه اي اول شي هيدا قبل فيسبوك اي اي اول شي هيدا قبل فيسبوك اي اي كان بدك يكون حدا يفوتك يكون متل عرابك وهيكي ما كانش فيك تفوت عليه لحالك وميت دغري اول ما فتح فيسبوك راح بس انا مني هيك بعتده يعني الانلاين عنده لزة انه هيدا الشخص عنده بروفيل معيان بيحب هول قصص اذا انت تعرفين بيسهر اذا بيحب هالموسيقى اذا بيحب يظهر اذا كذا بيكون عنده معيانين كيف بالجيمز بس على الديتنج ويبسايتس انه انا من هيدا المذهب انا درزيئي او مسيحي او شيعي او كذا whatever او سنة باللبنان ما بعف اذا باللبنان بس انا بعث اكتير عالم خاصة للدروز خاصة اذا انت بذلك بتقول انا عم فتش على واحد مسيحي او انا عم فتش على واحدة سنية انا عايشين بمجتمع معين امرار بيتطالب هيدا الشي انا بعشفش في ايه قلي انه في دروز ميكسرز ما عفلت دروز بهكي عندهم هيدا الشغلة بس لانه او 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 فليزم يكون في هيدا بس الفلتر انه انت درزيئي ولا لا كلمة عافظة عم ضيع وقته ولا لا انا الصوتي اللي فاين وبالعكس بحيث لما بيكون انت عندك هول المطالب لتسيل او هول القواعد انه انت لازم تكون من هيدا المذهب لازم بركة تحب هيدا شئ انه لازم تحب هالشغلة بس بكون عندك بروفايل معين ايه بتصير القصص اسهل انه بتعرفي ايه بتعرفي على مين عم تتعرفي ايه بتتخطي اذا بدك قصص وبتعرفي انه ما حد تضاير وقتك انا ايه انا بحبي انا بحبي قصة السوشيال ميديا والدي ام ايه 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 تفوت بحيطان لا بس انه اسرع اذا بدك من ما واحد يجاري بيشوف شو نمرت هيدا البنت او هيدا الرجال او حسن اذا بدك علاقة سيريز ايه بس انه 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 لما تعرف مين بيعرفها او هيك او او من بيعرفو انه بلا ما تسأل رفياك تعرفوين بدك اتحكي مها او معو او دغري عشانك انا اللي اقولي الريد فلاقي هي اذا الشخص ما عنده سوشيال ميديا بيئا كتير غريبة بالالفين واربع وعشرين شخص ما يكون عنده سوشيال ميديا كتير غريبة في نسما عندهم سمارت فون سمارت فون فاي هذا خيار إذا ما عنده إذا ما عنده سمارتفون ما عنده سوشل ميديا بس إذا الشخص ما عنده أبدا سوشل ميديا أنه برك هذا الشخص سيري عم بيخبّل شي أو هرب من شي محل من شي بلد برك هذا الشخص ما بده يعمل لحياته هو الأضرب يلي عنده سوشل ميديا بس ما بيحج شي وما بنعرف أنه هو سوشل ميديا هذا أنا بيخوفني أكتر بس هيدا المنيح بس يلي مش حلو اليوم لأنه بيكون عم بيرائب وعم بيبز وعم بيعامل بس انت مانك عارف انه هو موجود فاك بروفيل مش اسمه المظبوط ما في صورة وانت مانك عارف انه هيدا الشخص يلي انت بتعجبه انت مانك فاك بروفيل لا انا خيه عم تمزح عندي شي عندي بروفيل تاني لا هيدا شو اسمه في لنستا فينستا فينستا اي فنستا فن انستاجرام اه فن انستاجرام يعني بتحطي قصص عن جهد لرفقاتك انت هيك اوكي متل كروس فرانز بس بروفيل اوكي شفت كتير غريب هذا الحديث اذا شخص ما سعب تسمع علينا من تمانينات هي زيك اي 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 مصبوط مصبوط انا شوي من تمانينات حبيبي لا اذا شخص عايش بتمانينات مش من تمانينات ما اصده شي يعني بس انه انه كل الوقت من قولة لما نحكي عن السوشيال ميديا انه في قصص منيح في قصص مش منيح انه اليوم الغوستينج والسويبينج ويو بلوك حدا هيك فجأة انت عندك علاقة مع حدا وفجأة بيختفي 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 بتبطل تشوفه ولا على السوشيال ميديا لانه عمل لك بلوك او عملتلك بلوك او عملتلك بلوك في عالم تتعقد بيختفي ايه الغوستينج بيبطل فيك تبعط واتساب ما بتشوف البروفيل بيك بتشوف عند اصحابك اذا هو دهر من انستا لا بس انه بعضهم عم بيشوفوه او في البروفيل بيك تبع واتساب ما انت اذا بتعمل بلوك على واتساب البروفيل بيك تختفي تبطل في لسيين واذا بدك تبعط ميساج ما فيك تبعط ميساج لا تبعط ميساج تخيل كأنه او تخيل واحد او وحدة قرر انه خلصة العلاقة يبعط ميساج it's over يعني تخيل بيكون جبان كثير اذا بيقول it's over اكيد بميساج لازم يكون شخصيا عم بيقولك it's over انه اي انه بيكون في حديث مش هيك فجأة بس مشكلة العالم لا بس انا فهمت مشكلة عم تعمل هيك لا اكيد مشكلة العالم بس انه بس اذا شخص ما سانخانة تاني اي اوكي ونلقط اي وقدما هديك اتدمر او هديك اتدمرت ونقزت وما بقى فيها تطلع فيه ما فيها تطلع فيه بعيون او ما فيه تطلع فيه ما فيه تطلع بوجه امرار بركاسها اللي يقول online it's over ما فيني بقى احكي انه اي اكيد بس انه عم بقول انه انا الجوستينج اليوم مشكلة نحكي فيها دايماً الجوستينج انه هيك تختفي مثل اي انا انا في قصص هيك بطل موجودين في زومبيينج كمان شو هاي مش غوستينج زومبيينج شو هاي انه في شقة انا الشخص بيجي بعم بكون حكاكة فترة وقف بعد ستة شوية بيجرى بيجي كأنا وقف شي بيجرى بيحكيكي عادة رواء هاي هاي دوما هاي كيفيك انه ويجرى بسرد وهذا الشخص متوقع انه بركة ليش لا يعني في مكي او بيبعث لك مسلا حلقة سردة بليك حداتية هالحلقة هاي دي جرين فلاغ للعالم بيضو اذا بتحضروا سردة بتبعثوا لحلقة لحظة تانية بيجرى 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 تغيل اه ما بتحب سردة سوري ما بحكي معا بس انه في اساس هيكي راحوا يعني يام زمين كانوا الاشخاص لما كانوا يظهروا وكان في هيكي بال كانوا يسموها بال او صهرة البوم البال اشيك شوية البوم كان نحنا لما كنا اشيك يعني شيك اكتر ايه بتحكي عن البوم لعلمها بتسموها one of my favorite romcom ever لابوم لابوم معصو في مخصو لابوم اين لابوم دو وانا الاغاني تعبوا لابوم اين و لابوم دو فيه بدوب انا كتير بحب السلويت السلو هاي دول اللوف سونج يعني اللي كتير هيكي باطئين كيرلس ويسبر تبع جورج مايكل هولي كنا نرقص مع التابع يعني لما اتنين كنا نحبوا بعضهم ما تتحركوا كتير ايه بيرقصوا مع بعضهم هلا اليوم هايدي بتصير بس بالفورس دانس طبع حرس اللي بنت بتحط ايدي عليك كتير في الرجال ايه هو ع خسرة مش كتير قريب مش كتير واطي مش كتير عالي تب اليوم بالنص اليوم انت بتروح مع حدا بيعشبك اوكي تروح ع صهرة كل واحد بيرقص لحاله ايه حسب اي صهرة بتروح علي ايه بس فمت علي يعني بطل في يعني ما في انا كنت تذكر ان لما نشوف مثلا الشخص عم بيعم السلو مع بنت كنا كنا نقول واو واو طيب انا لما كنت حت ميزيك لما كنت دي جي دايما كنت هيكي قرر انو فيجئ الناس هلا وقت سلو حت سلو بينقز وحيات طالب بدك تشوف راس الناس بتطلعوا هيكي بعضهم ما حدا بيعرف مين بدو يازم انو مع مين رح ارقص اذا منن كوبل يعني كان لانه كتير انثمت السلو ايه بس مهضوم كي مهضوم ايه انت وصغيري لا حطها عكبر هلا صارت بس الفرست دانس طبع عرس بيرقصوا مع بعضهم بس انو قليل لا تشوف ناس عم بيرقصوا هيكي غامرين بعضهم وهيكي بس كمين هاي دي it's the first step لما الشاب بيروح بيعزم بنت ترقص ترقص معه ما بعضي بال او شي هيكي حلو انا بحبه الاصلات انا كتير كتير رومانتيك بس لا تعرف طب في كتاب اسمه لامور ديور تخوزان يعني الحب بيضاين ثلاث سنين في مقطع ما بعرف هيكي كتير وزوج سابعة اي في مقطع كتير بقى معي هو لما بيقول انه الاول ما حطت ايده على ركبتي حسيت كأنه لابس كفوف او ليتكس وحطته على ركبتي ما عرف ربقى كتير معي هدا المشهد لانه انا حددت الفيلم وقريت الكتاب وبيقوله انه فيه للحب اول ثلاث سنين متل ما اول اول ثلاث شهر بيكون فيه هانيمون فيز اول ثلاث سنين بيكون فيه اكسبريشن لالحب شو رأيك بالموضوع ما ما فيه رول لا اري ما فيه قاعدة ولا شي ما فيه مش مزبوط كل علاقة يونيك كل علاقة فيك تحب حدا شهرين وهذا الحب يكون اقوى من حدا حبيته سري ما فيك ما فيه رول فيه فيه قصص لازم تعملون بارك كي بدألك ترجعت ورعي شوي هيكي مش توليا حسب كل اتنين عايشين مع بعضهم بيحبوا بعضهم كل اتنين عندهم قصتهم فيه ناس بيحبوا بعضهم بعد ثلاثين سنة وسوا وبعضهم سوا وبعضهم بيحبوا بعضهم بيموتوا بعضهم بيموتوا بعضهم الهلا اربعين سنة سوا وفيه ناس بعد سنتين ثلاثة بيطلع فيها كأنه اول مرة بيشوفها فيه احلى منها I love that وفيه قابلز كمان انه صارنا فترة سوا وهلا بيسوينجرز كلب لاحظت انه بالعرابة صعبة واحد يقول شو كلمة قابل ويه قابل بالعرابة زوج بس مربوطة بالجيزة ايه ما فيه شي تاني غريبة اذا ما بتتجوز زي من الكابل ايه بساح في فيه علاقات بدلين مسلا تلاتين سنة وبيحبوا بعض ما بيشوف غير بعض وفيه علاقات تانية بدلينو كمان تلاتين سنة بس بيفصلوا بين الحب والحلاقات الجنسية يعني بناموا مع عالم تانية ايه بركي يكونوا سنجل كمان بركي يكونوا مزوجين حدا تاني بس انه شي عادي وبيعملوا فرق بين الاتنين انه اجان ما فيه رول يعني اذا شوف رحي لك شارك كل واحد بيعمل بدلينو كل واحد حرب تيزو مصبوط ويني كمياء خليفة ايه ويوجد هناك قصة في الارابيك نقول كل واحد حرب تيزو ويأعتقد انه مجموعة حسنا لكي قلق ذلك طالما واحد ما بيقزي التانية واذا متفقين يعملوا البدون ما حدا نقلو يروح ينظر أو يشارع أو ينتقدون كل واحد يعمل بدلو فيه ناس بيحبوا بعض متبعا بتور وفيه ناس اذا هيك مبسوطين هيك مبسوطين فهمت شو عصدي انه انه اليوم كل كل شخصين عندهم طريقتهم يعيشوا قصة حياتهم قصة الحب وفيه عالم مسلا بيكونوا مجاوزين بيعرفوا انه الشخص عم بيظهر مع حدا تاني بس ما بيقولوا لبعض التفاصيل ايه انه فيه رول كمان اجان يعني كل واحد بيعملها متل ما بده انه عموله البدكي بس انا ما بدي اعرف ما تخبرني التفاصيل ما تخبرني مع مين بس مش مع حدا بعرفه عمول البدكي بس مش بلبنان او مش بحياة لبلد لما تسفر يعني ايه ما حدا بيعرفه او ما حدا من طبعنا لما يكون فيه بعدين حساسية ما فيه يعني بس تعرفي انا هي اللي بيدحكنا انهم بالعربي بيقول ما بعرف بكل عربي بس باللبنان بيقولوا زوبا عمارته او زوبانيتها او زبونته زبونته او زبونته حسن كلاينت او زبونته او زبونته انه سي سون كليانت كلمة ايه غريبة انه سي سون كليان لألي أهم شيء كنا عم نحكي عن الجرين فلاك بالأول أهم شيء هو الاحترام لازم كل واحد يحترم التاني يحترم شخصيته ما يفكر كل الوقت كيف بده يغيره وانه ظهرت معه عنده هيدا هيدا العلة خليني زبط ما رح يتغير الشخص ما رح يتغير بتحسن شوي بس انه الشخص متل ما هو بدك تاخده متل ما هو مظبوط فما في ما في وباس بدك يكون عندك هيدا الاحترام تحترم التاني وتحترم كمان حديده أنا هولي الناس يلي بيعتبروا حالهم انه صرنا سوا صرنا واحد ايدا هيدا ببارش يشبهوا بعض كمان هول الأشخاص هيدا ما ببارش يشبهوا بعض شوف أهلنا بعد ثلاثين أربعين سنة بتطلع عليهم بتقول المسندو كيف شو هيدا السيستام انه كيف تصبح وفي منهم ما بيقولوا أنا أنا في هنا بيقولوا نحنا مظبوط مظبوط نحنا عملنا كذا جيين كذا وبيحقوا عن التاني هلا منشوف اذا فينا الخير بباركي أنا باركي اي جي وانت ما تروح يعني ما هيدا هي كمان كل واحد حر كل واحد يكون عنده السبيس طبعه يعني جع بيلك تظهر تظهر أنا جع بيلي شوف أصحابي بشوف أصحابي جع بيلي اتعشها مع رفيقي ومش ممنوع بروح بتعشها مع رفيقي كل واحد يكون عنده السبيس طبعه اوه شوف عليك شغلي انا ما عندي اي مشكلة وانا اللي قليل فيني اتفشها لابعد كمان كاتبي ما قال اسمه يعني ازم قاضية سوا كتير كتير انه اليوم اذا قادر اذا قادر اتنين حتى اذا مزوجين وحتى اذا عندهم اولاد كل واحد يكون عيش ببيت مش بقودة ببيت يخيي اليوم اذا تفكر فيها اذا عند المصاري اي اذا فيك اذا قادر اذا ما بعرف بركي يكون بيتين صغار حد بعضهم ليش لا او قدتين خلين بلش بقودتين قبل ما نروح لبيتين بس بدك تبلش مش توصل لمرحلة بعلاقتك تقرر انه خسار وقت نعمل قدتين هون بيصير هادي نهاية العلاقة بعتقد انه بتبلش انه رح يصيره ديفورس عم بتنهد الطريق للديفورس بعتقد هلا بركي كمان يكون حل ما بتعرف عند عند اشخاص بركي يكون الحل بس انه انا لقلي بتبلش انا عندي رفيقة اول ما اتجاوز وعملوا قدتين هلو هيدا بيدق على الباب لا يشوف اذا فيك ننام عندك انت تعي ننامي عندي انا بنام انا ما في قواعد ما في قواعد انا بيتين لقليك مهم كمان تشتقلت تاني اول شي شوق كتير مهم اه تاني شي كل واحد عنده عوايده اخيي انا بحب العتمة انا ونامي انا اذا في دو التليفزيون بيان او الاي سي انا بحب الاي سي مثل برد لحمة اي انا لا فهمت كيف مش احسن كل واحد يكون بقوته بس حلو كمان الفيقة احد شخص كمان بس انه مش كل وقت بس انبسط فيها لما ما بتكون كل يوم يعني هيدا الحلو كمان انه انه مش كل وقت انا اوكي تحب الاي سي البنة تلبس زهودي وكلسات وكشنة وهيكي والتلات نام البرسول الاسبايس كتير مهم مره رجال كمان بس بدون البرسول الاسبايس يعني ما بدون حدا يحكي معهم ما بدون يحكوا مع حدا بدون بس سكوت تيم وبعتد كمان النساء كمان زيت الشي انا انا ما بحب انا اقعد بتخطي احضر اه روم كوم عم بيقول شي بشعري منكوش وما حدا انا بقل لي شي وعبكون عم بحكي على التليفون انا وعم بحضر الفيلم انه ايه بلا ما حدا يقل لي ولك خلاص شو عم تعمل وعم بتقرش بعد بدينية وانت كمان يعني اكيد بتكون انت مبسوط عم تحضر الفيلم طبعك وما حدا انا عم بيقول لك ليه زيتت وراء التويكس على الضولة يروح الضبا هذا السيستام يعني بيخلي انه بعدين تشتئ سو مش يعني ازا الشخصين بينين ومسلا بقولتين بيخطيفين مهم كمان بدي حكيكي عنه هو لما الاشخاص بباشر يسجلوا بعض هذي بلشت بعتد مع جوني دب وامبر هيرد بس انا بعرف قبل بيسجل نعرفت معه نعرفت صارت درجة انه كانوا عم بيسجلوا بعض لانه كانوا بدي يفرجوا للمحكمة انه شخص كان بركة فايلنت او كان عم بيزيده مع البارتنور تابعه انا بعرف قبل بيسجلوا بعض لما بيعصبوا من بعض تيفرجوا التاني انه شوف كيف تتصرف انت ومعصب تتنينيتهم بيسجلوا بعضهم لا لا البنت بتسجل لا شو لا تقل له بعدين شفت كيف تحكي معي شفت كيف تصرف معي لانه كو بيشرب فلما بيشرب بيصير شوية اجراسيف وبتعرف انه شخص بيشرب كتير بيصير شخصتين امرار اذا ما بتسجلوا بيقول لا ما بدي هلا قد وعم بتتكبرية وعم بتكون هادي هستيريا لا و بارس تسجلوا و اخر شي هو حاس عدمه وقال انه اه اوكي انا بتصرف بطريقة كثيرة ايه بس اذا حاس عدمه من بعد ما سجلته فهم لان مش هم تقدر تفصله هو كيف بيتصرف فهم اكيد بس هو قال له انه اول ما ببلش نسجل بعض اول ما ببلش نسجليني هادي كانت بداية النهائي واخر شي فاكسو وفاكسو بس انه اذا بتعمل اذا ما عندك غير حال الا لتفرجة تاني لان مش هم تقدر تفصله انه اوقات الناس بيتصرفوا يعني انه انا فيني جن وبلش تصرف وجاعر بس ما بلاحظ حالي انه جن انت وصرخت او حكيت غلط او انتو نساء بتكبو كلمة بتأذي كمان يعني بتقوله قصص بليش هاديسة كتير ذكورة اليوم منو ذكورة بس انتو يعني امرار انا يعني تجربتي مكون عم نتخنق على شي وفاجهة بتطلع هي شي مخصو بس انو بيأذيك بس ما بتفكره بس ايه ما بتفكر بش انا ما بتفكره ما ليه ليه حكيتي اذا ما بتفكري غريبة هادي كمانا كنت عم بحكي ما عم فنة انو بتكبو هالكلمة تتأذي سألتها قلت لها دقليك انت بتقولي اوقات قصص هيكي لها تأذي بس ما بتفكرين قارتلي ايه بس اوقات بندم قلت لها ابو تندم الحمدلله تندم قارتلي ايه بندم ما قلت له شي بيأذي اكثر اتي حابة جاويبه لما بتشوف كيف بيتخانقه بتصير بتفهم كيف بالعلاقة بتصير انه هيدا بيعمل للتاني وكيف بتصير خناقة صغيرة وكيف تكبر بعدين فيه يصير فيه درب يعني فيه يصير فيه تكسير كمان حدا يكسر شي على الارض وهيك ايه اوقات لما انت بتكون بدك تقول شي للتاني ازيك بطريقة بدك تأزيب شي ما كالتلك ما منشبه بعد كل واحد عنده طريقته يزي التاني يعني ويحب رجال والمارة ما بيحبوا في ذات الشي انا بلاقي رجال بيحب ما في احلم لانه دايما بيقولوا انه الرجال انه ما مفروض يكون عنده فيلينجز ما مفروض يفرج شعور بالعكس لازم يفرج قد ما فيه وما في شي بيكسر ومش ذا رجاني بهذا الحاله بس انه اذا رجال بيحب او اذا بيكون هيك مش معناته انا بطر رجال حلو اي بس ما يكون كتير سنستيف ما يزيده كمان اي بس سنستيف ما يبكي كلوقات وما يكون هذا الشخص اللي انت فيك تتكل عليه لا اكيد مش عام بلاك يبكي كلوقات بس الرجال حساس مش معناته رجال ضعيف لا ابدا بالعكس اذا بيكون حساس واذا فيه يكون حساس قدام هذا الشخص يعني هو شجاع وما عليه وما عليه اذا مره المره او الشخص التاني بيكون اقوى ما عليه فيه زروف اهوات اتبدا انت اعتقد رومانس sorte سؤال صعب اي ولا حسب حسب الانيين حسب النيو تكنولوجي وما عليها انا اريد ذلك لا انا 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 اي افتكية انا انا اي او رومانسة بس انو انا افتكية تغيروا القصص كتير أنا بعدني رومانتك أنا بعدني بحب الكبار تتفرجع عن حبك بس مشكل نحن بلبنان يعني في إزدواجية مع كل شي يعني نفكر مثلا بالصيفي نفكر بحرب ألف وستة نفكر بالحروب اللي نحن عم نعيشها نفكر بأربع أب كلمة بارنتانيز داي ونفكر بالحب بس نفكر كمان بإختيال رفيق الحريري من تسعة عشر سنة مش معقول يعني we can't enjoy things لا وبعدين بتعيش بهيك شي كتير غريب يعني أنا النهار إختيال رفيق حريري صار معي شي يعني سريلي مت ما بتقول انت نهارتها كان رفيقتي عاملي عاشها لا أصحابها لألنا كلنا لفالنتاني فصار رفيق حريري كان ساعة واحدة بعد الدهور إذا ما نقول طاني سو أنا تكررت أنه لغيت أكيد بلا تلغي تخيل رأسنا نحن نهارتها قاعدين كلنا قدم التليفزيونيات لعن مجالي بنفهم و كنا يعني بدي إلي بتقولي بتجو بتتعيشو قلت لهم تمزحي معي يعني قالت بس إنه مديا مش قصة شي قصة إنه منا من إيحنا إحنا اليوم آآ خلينا نضلنا مع بعض نبقى سوا نو كنا مديئين كنا بالخير سوا نو خلينا ما زل عيد الحب خلينا نكون مع بعضنا لأنه بتعوز التاني نهارتها يعني ما تكون لحالك بس تخيل السيتيويشن نكون يعدينا المشهد وعم نجري بنفهم شو صار ومين قتله وكيف وعم نشوف الصور وعنف كان وما عم نفهم شو عم بيصير وعم نأكل قطو فورمة قلوب وحاولينا بالونات متل هلا وورد يعني كان هيدا هو هيكي هيدا واحد اللي أبقى بيكون نعيش باللبنان يعني بيصير في أصص ما يا ما معافية بس باللبنان هلأ حقول الشي بركي مشكلة عنه برح تتفق فيه بس عليه نحنا بالعالم العربي ما منقصر بالأزمات ما منقصر بالاختيالات وبالمشاكل وبالموت وبالحروب بس كمان اللي ألاحظته أنه بتقع به هيك الظروف مع شخص تاني بتعرفي طبيعة وبتعرفي هو كيف بتصرف لمن بيحكي بتتعرفي عن جاد عليه وهذه بعتد الإجابة اللي بيصير لما بتعيشه هلأزمة بتعرفي عن جاد مين حواليك ما عم بيحكي بس عن البرنز عم بيحكي عن الرفقة عم بيحكي عن العيلة عم بيحكي عن حالك كمان أنت بتعرفي مين أنت وبتقوير علاقة أنت بتصيرها أقوى أنا بوافقك بوافقك لأنه ما في إلا بالمصايب يعني بتعرف التاني كيف هو يعني شوف بيقولوا في هيكي مثل بيقولوا ما لازم يكون في حروب باي دوي بالموت ما في يعني مش لازم تغلط بالموت يعني الناس إنه بينسوا مين إجع عرصهم بس ما بينسوا مين ما إجع الدفن أو العزع ليه لأنه بدك تنسك الشي سو هول المصايب اللي بتعيشون بيفرجيك التاني كيف هو يعني إذا وقف على إجري إذا ديف عنك إذا عملت شي منيح إذا سندتك إذا سعدتك وما عم نحكي عن الكوارث يعني ما لازم يكون في حرب أو شي كمتافعة يعني فيه شخص يكون عم بقطع بيزورف كتير صعبة بأزمة شخصية أنت حدو يوجد نيس بيزورف يقول خلاص بلع وجه عرص كتير دراما هالبنت يه في عالم دراما كتير خاصة الأشخاص اللي بيقولوا أنا ما أريد دراما أو أنا ما أحب الدراما هو لأنيك أشخاص لأن الدراما تلحب يوجد نيسوين شو ما بدك في كتير نيس بحب الدراما ماذا بعتد أنا بيك وصنع لآخر البودكاست يعني تسردي كتير حلوي مثل العادة أنا بيك أمنام دفعنا حق الورود دفعنا حق النونوخس اللي بيني داك رح خلي بتعريف مهدوم رح خلي هيدك كمان محط كبيب الزبالي لا مهدوم هيك منو cheap بس 100% polyester ورح نتسمع هيك أغاني منوجه تحية كتير كبيرة للعالم المغرومة لإنكبوز والعالم كمان خاصة لي منا محطة single and that's totally fine محطة المبسوط محطة المبسوط يلي مجوز بيقول ياه يلي ييلو هاي ديك عم بيولعها ويلي لحاله بيقول ياه ويلي ييلو هليك بيحبه بعنا المهم عايشين بس كلنا بنحلم بقصة حب قصة حب تخلعنا كف تستهبلنا ونرجع ولد وما في عمر للحب ما في عمر للحب ما فيك تحب لما بتكون كتير 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 صغير وفي تحب تجع تحب وتنحب لما بتكون كبير محطة محطة المبسوط محطة المبسوط محطة المبسوط محطة المبسوط محطة المبسوط محطة المبسوط وصلتوا على آخر البودكاست وإذا بعد ما لاحظوا this is the chance تشتروا أهمة مبسوط المبسوط بالعالم مبسوط لسردي فيكم جيبوا كمان نونوخس بس فيكم تروحوا لسرديafterdinner.com وتشتروا أو هدي أو تي شيرت شو مكان أو شو كمان يعملون لسردي ومثل ما قلنا بالحلقة ما عليزا مش ها فالنتين هدي طولا إنو ما في ديت تاريخ معين للحب إذا بتهدو تي شيرت أو هدي سردي بما بعرف أنا خمسة أيار أو حيال لنهار it's okay it's fine she's still going to love you he's still going to love you ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر